يا مساء الخير و أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من أسادسة تبدأ مع حضراتكم تحياتي في البداية لكل الأهلوية اللي بيتابعوا حلقة النهاردة وبما أنه النهاردة راحة الفرقة يعني راحة النهاردة من التدريبات ترجع بكرة إن شاء الله تستعد الماتش الجمعة إن شاء الله قدام مباراة العودة قدام سان جورج فالحقيقة فكرت في أكثر من زاوية نتكلم فيها النهاردة واحد طبعا عايز أتكلم شوية عن منتخب مصر منتخب مصر اللي عنده معسكر مهم في شهر أكتوبر هيخد خلاله مباراتين وديتين وعندنا ارتباطات مهمة جدا في 2024 إن شاء الله عندنا بطولة أوم إفريقيا وعندنا مشوار تصفيات كاس العالم وعندنا أولمبياد فاريس وبالتالي إذا كان في خطة يعني إذا كان في أجندة محطوطة للمنتخبين إعداد وتأهيل واستعداد للبطولات دي والمشوار تصفيات كاس العالم ويعتبر طبعا في المنتقى الأهمية واللي إن شاء الله مفترض أنه مفترض يعني طبيعي جدا أنك أنت بتتكلم على منتخب مصر في مجموعة فيها جيبوتي وبوركينافاس وغنيابساء وأعتقد وسيريليون يعني أعتقد ما فيش مرة أخذنا فيها مشوار تصفيات ما كانتش الفرق اللي معنا في المجموعة في المتناوى اللي مش عايز أقول بسهولة لكن يعني أعتقد أنه طبيعي جدا أنه تسكرت التأهل تكون في مصلحة منتخب مصر إذا كان في خطة تبتتكلم على فترة تقريبا تقريبا من هنا لبداية الاستعداد لكاس العالم لو تأهل المنتخب يعني تتكلم على تقريبا سنة ونص وبالتالي في كتير من الحاجات اللي مفترض تبقى قدام أكيد طبعا روي فيتوريا في المقام الأول بما أنه المسؤول الأول عن المنتخب ومن وراه اتحاد الكرة ومن وراهم الأندية ويمكن لو كلمت على مستوى الملاكز وده أنا هاخد فيه رأيي النهاردة نجم كبير كابتن مهر همام حيشرفنا في حلقة النهاردة منتخب مصر مش بكلمك على نادي يعني ممكن تقول النادي الأهلي اللي هو أكتر نادي عنده سكواد على أعلى مستوى في قارة أفريقيا ممكن يكون بيعاني في مركز أو في مركزين فما بالك ببقية الأندية وخصوصا مثلا مثلا على سبيل المثال برضو مش على سبيل حصر لما تكلم على مركز المهاجم مثلا يعني عن مركز المهاجم هو مش مركز واحدة وكذا مركز بس أنا هضرب مثل بمركز المهاجم كان فيه أحصائية لطيفة كده قارتها على منتخب نيجيريا وشوفت عدد المهاجمين اللي موجودين في مش في أهم دوريات العالم دول في أهم أندية في أهم دوريات العالم يعني أكلمك على الدوري الإيطالي هتلاقي بطل الدوري الإيطالي فيكتور أوسمين هتلاقي على مستوى الدوري الإنجليزي هتلاقي على مستوى الدوري الألماني هتلاقي على الأسباني سبع تمن مهاجمين هدفين وكلهم بينفسوا علاقة بالهداف يعني بصرف النظر عن أن النادي اللي بيلعب فيه كلاس ايه نادي بينفس على البطولة أو لا هتلاقي أن المهاجم النجيري في الدوريات دي كلها موجود في المنافسة علاقة بالهداف شغال يعني وبيطلعهم ماشي فبالتالي أنت عندك وفرة 7-8 مهاجمين تقدر تختار منهم يعني على أقل تأدير 3-4 وإنت مرتاح لقيمة منتخبك هل في منتخب مصر مش بالضرورة على نفس المستوى يعني مش بالضرورة أنه يبقى عندنا هذا الكم الكبير من المحترفين اللي بيلعبوا في هذا العدد الكبير من الأندية الكبيرة في الدوليات الكبرى أنا بكلمش على كده لكن أنا بقول هل في وفرة أساساً عددية بصرف النظر عن بيلعبوا في نادي إيه أو في دور إيه أعتقد ده واحد من المراكز اللي فيه أزم حقيقة على مستوى منتخب مصر في مراكز تانية فيها أزمات لكن في النهاية مفترض أنه مستر ميكالي مستر فيتوريا اتحاد الكرة من وراء الأندية مفترض يعني بما أنه المنظومة كلها واحدة تبقى بتشتغل عدد صالح المنتخب فيه اللي جاي هتكلم مع كابتن ماهر في الجزئية دي هل منتخب مصر واحد راحين حتى لأمم إفريقيا سيبك من مشوار كاسر عالم يعني في القريب ما عندكش مشاكل كبير هتلعب مع جيبوتي في القاهرة وتلعب مع سرياليون برة أعتقد يعني أنه المباراتين يقدر المنتخب المصري أنه يحسموا لصلاحهم لكن وانت رايح لأمم إفريقيا الحكاية إيه والقصة إيه وخصوصا أنك ببتدي المسم المحلي اللي بيمثل الغالبية العظمى من لعبة المنتخب متأخر أغلب اللعبة النهاردة لعبة 7 أو 8 مباريات فالقصة فيها كلام كتير جدا هتكلم فيه مع كابتن نهر وبالتأكيد طبعا الأهلي لنا وقفة السنة دي محطة بعد محطة وخصوصا أن احنا رايحين طبعا كمان أقل من شهر اللي بداية بطولة السوبر ليك في بالتالي فترة هتكون مهمة جدا في التحضير للبطولة في نوسختها الأولى اشتركوا في القناة